ايام قليلة وتنطلق رسميا الحملة الانتخابية وسط تنافس كبير بين الاحزاب السياسية التي ستخود غمار التشريعيات الرابع ماي المقبل تباينت اختيارات الاحزاب في تحديد نقطة انطلاق حملتها وتباينت معها الدلالات والمعاني حزب جبهة التحرير الوطني اختار ولاية خنشلة التي لم يدفر فيها بمقعد برلماني في التشريعيات السابقة فيما فضل غريمه حزب التجمع الوطني الديمقراطي ان تكون بداية حملته من الطرف اما حركة مجتمع السلم فقد خرج عن المألوف وفضل انطلاق حملته الانتخابية من العاصمة حتى تكون بداية قوية حزب العمال اختار اقسى الجنوب ولايتي اليزي واضرار لقطع الطريق امام الاطراف التي تسعى الى زعزعة الاستقرار الامني في الولايات الجنوبية حسب تقديره اما الحركة الشعبية الجزائرية فستكون انطلاقتها من ولاية مستغانم وهذا لان معظم نوابها في البرلمان المنتهي من الولايات الغربية فيما وجهت حركة الاصلاح بوصلتها نحو ولاية البيض اما الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء والاففاس وبعض الاحزاب السياسية فلم تكشف بعد عن برامجها واجندتها للحملة الانتخابية التي لم تعد تفصيلنا عنها سوى ثلاثة ايام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة